الحال معزلين وتوا ما احنا عانا عشرة سنين ننذكر النهار ذاك نذكره بالذات كنا داخل المجلس الوطني التاسيسي وكيفاش وقفنا العمل داخل المجلس الوطني التاسيسي وبداية اعتصام الرحيل الشهير اللي توش فيه نهار من نهاراته 500.000 دونسي خرجوا وقالوا يزيم هال اللي قاعدين نعيشوا فيه اللي يعرف محمد الابراهمي يعرف طيبة الشخص ويعرف صدق الشخص ويعرفوا ثباتوا على المبدأ ساعة نجم تختلف معاه ولكن عنده مبدأ ثابت يدافع عليه الى اخر رمق كنا نحضروا في الشيماعات مبعاظنا وكانت الموقف متاعه ينصدح بقى قدام الجميع وما هو خايف مل حتى حد وقت اللي احنا كنا كما كان يقول خليفة وقت اللي احنا جاتنا وعرضوا علينا الحماية لانه في وقت ملوقات كنا مهدين يظهر لي ما فما حتى حد رفض الحماية انا واحد من الناس ما رفضتاش الحماية لانه كنت خايف محمد الابراهمي رفض الحماية الامنية وكان معنتها ونعرفوا الاختراقات اللي صارت ان نفهم اه حصلت ومرارت فقط معلومة لانه القضية تورحت راهوا مسألة الحماية معنتها كانت مرافقة ذاتية مدنية ما نحكي لكش على حماية ويمكن تفاصيل اخرى يعرفها ايوب من وزارة الداخلية بضبط بضبط لانه هذا كانت كنت بتبيع باش نحب نحكي زادة على مذكرة الوكالة البرقية وكالة استخبارات الامريكية سيئة لنبهت الاختيال الشهيد محمد الابراهمي حبيت ان نوضح وذلك حماية مش حماية رسمية من وزارة الداخلية مش وزارة الداخلية عرضت على محمد الابراهمي هم اللوهم على وزارة الداخلية في تلك الفترة بانها لم تؤمن لم تؤمن محمد الابراهمي هو وقتها معز كان فيه اشكال نذكر وحنا وقتها جات معلومة للامين العام محمد الحامدي وقتها كنا في التحالف الديموقراطي ووقت اللي جاتوا المعلومة من وزارة الداخلية بادر هو وارسل رسالة للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي انا ذاك طلب منه انه يتأكد من العملية خاصة فيما يتعلق بقيادات التحالف انا ذاك وحطونا وقت على اساس المراسلة بتاع محمد الحامدي كلمتنا لرئيسة الجمهورية والحقيقة مش نكونوا صراحة انا واحد من الناس بعثولي المنصف المرزوقي اللي كنت معارض فيها وتعرف شو كنا نقولوا عليه المنصف المرزوقي كل معنتها كانت معارضة شريصة بعثلنا الجيلة بربان قال هذي الجيلة بربان اللي يزمكم تلبسوها وجايونا من الامن الرئاسي وعطاونا دي جيلة بربان اللي قعدنا بها فوق الاربع وانا خمسة شهور انا كل يوم الصباح كي نخرج الصباح نلبس جيلة بربان هذي الامن الرئاسي لامن هذي الامن الرئاسي وجايونا حتى لديارنا وكانوا مرافقيننا المدة عام وانبعد وقت اللي بردت الامور شوية بعد الامن الرئاسي ودخلت وزارة الداخلية دوك المحمد البرامي مش نرجع ونختم افزر انا نفهم زوجة محمد البرامي اي ارمالت محمد البرامي ونفهم الحسرة والاوعم تاح ونعرف اللي في الوقت هذيك مع الاسف كان فما نوع من التقصير خاصة بعد كل المراسلة لانو انا طلعت عليها المراسلة بعد ربع ورخمسة ايام من الوفاة محمد البرامي وكنت انا وكنت انا سببش خرجتها للعموم لانو وقتها معادش النجم ونسكت وخرجناها ونذكر انا ذاك عطيتها الجريد الشروق وكلناها معانتها انو العموم يطلعوا عليها لانو وقتها معادش فما سكات لانو مردهم معادها فما محمد البرامي قبل شكري بالعيد بارشة ولاية العملية اليوم انو فما التقصير ومعانتها تواطئ سياسي هذا موجود اللي يعجبني في كلام باركة البرامي تقولش ما نحبش نتشفى ما نحبش نتشفى اذا رجل غلوشي ما نحبوش يتحاكم على قضايا ماهوش القضية الاساسية بالنسبة لي الكشف غليلي هي العدالة والعدالة اللي تقولها الناس كل انو تكون فما عدالة حقيقية في ملف الشهيد محمد البرامي في ملف الشهيد شكري بالعيد الله يرحمهم انجيك ساميه وايوب وسرحان بعد فاصل الشهيري